معنا كمان الأستاذة أميرة من إسكندرية أستاذة أميرة أيا بس علامة عليكم تبنى الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت تبنى الشيخ قلت أرى سأل حضرتك على حكم يعني أن زوجي عايزني يعني الوشم أو التاتو داود بس ما حد نشوفه غير الزوج بس مش باين أو على إيديا في بسمي بس هو مش باين غير بس زوجي بس هو اللي يشوفه فهل دا حرام ولا لأ بص يا ست القضية الوشم مش هي قضية أن حد يشوفه وحدش يشوفه طبعا الست لازم تستر بدنها وما يظهرش منها غير الوجه والكفين ولازم تكون هي سترة لعورتها فإحنا بنتكلم على سترة لعورة فسترة لعورة دا سؤالك مش في سترة لعورة سؤالك هل يجوز أن أنا أعمل التاتو لعشان زوجي شايفي أن ده تنوع من أنواع الجمال أن أنا عايزه أو نوع من أنواع الزينة دي يا صح في حالة واحدة بس في حالة واحدة أن يكون ده مش مخلوط بالدم يعني ده مش بالقبر اللي بتخرج منها دم ثم نحبسها عشان دوت عايبقى الدم نجس فيبقى دوت ممنوع عشان النجاسة مش ممنوع عشان ما ينفعش أتزين لزوجي بدا فإذا كانت المسألة بعيدة عن ده في بعض الحاجات التاتو دوت بتعمل عن طريق حقن مادة صبغية في الطبقة الأولى من الجلد ما بيكونش دوت من خلال إخراج الدم إذا كان هذا النوع فيجوز آه عمل ده للزوج لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن استطعت المرأة أن تخرج عينها فتزينها ثم تردها لأجل زوجها فلتفعل فيجوز إن أنت تعمل الكلام ده إلا طبعا إذا كنت أنت مش عايزة يعني إذا ما كنتش مش عايزة أنت بتسأليني هيجوز ولا ما يجوز فيجوز يجوز إذا كان هو من الحان بالمادة الصبغية وليس من قبيل الوشم اللي بتعمل عن طريق إخراج الدم ثم كتم الدم باللون اللي بيحصل معاه إن يفضل الدم دوت منجس الجلد فساعتها هيكون الوشم دوت ممنوع وحرام يبقى الوشم اللي ممكن يكون مباح وساعتها هيبقى دوت نوع من أنواع صبغ الجلد وليس من الوشم المعتاد اللي موجود اللي بيعمله الناس بيقى عبر الدم